السلام عليكم مارغريت الثانية ملكة حكمة الدنمارك نصف قرن وتنازلت عن العرش بعد 52 سنة من الحكم فيما يلي أقرأ على حضراتكم هذا المقال من موقع الجزيرة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك أطول ملوك أوروبا حكما اعتلت عرش الدنمارك في الخامس عشر من يناير كانون الثاني 1972 وهي في الحادية والثلاثين من عمرها شعارها عون الله حب الشعب قوة الدنمارك ومع ذا أكثر من خمس عقود قضتها في الحكم تنازلت في الذكرى الثانية والخمسين لصعودها العرش لابنها فريدريك العاشر ليصبح ملكا خالفا لها المولد والنشأة ولدت مارغريت ألكسندرين ثور هيلدور إنجريد أو الملكة مارغريت الثانية يوم السادس عشر من أبريل نيسان 1940 في مدينة كوبينهاجن بالدنمارك بعد أسبوع من الغزو الألماني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية كان والدها الملك فريدريك التاسع والملكة إنجريد عضوين في عائلتين ملكيتين حيث كان والدها الإبن الأكبر لملك الدنمارك كريستيان العاشر والملكة ألكسندرين الذين كانا ملوك أيسلندا أيضا حتى عام 1944 وكانت والدتها الإبنة الوحيدة للملك جوستاف أدولف السادس ملك السويد والأميرة مارغريت مارغريت الثانية هي الأخت الكبرى لشقيقيها الأميرة بندكت موليد 1944 وملكة اليونان السابقة آن ماري وهي من موليد 1946 أخذت اسم جدتها لأمها ولية العهد الأميرة مارغريت وجدتها لأبيها الملكة ألكسندرين ووالدتها إنجريد وثور هيلدور هي إشارة إلى كون الملك كريستيان ملكا لأيسلندا وحينما ولدت كان قانون الخلافة الدنماركي يمنع النساء من وراثة العرش لكن هذا القانون تغير عام 1953 بموجب استفتاء جرى تحت ضغط من الحكومات الدنماركية المتعاقبة في العاشر من يونيو حزيران 1967 تزوجت من الكونت هنري دي لابور دي مونبيزات وهو دبلوماسي فرنسي وحصل بعد ذلك على لقب الأمير هنريك ولد طفلهم الأول ولي العهد الأمير فريدريك في السادس والعشرين من مايو أيار 1968 وابنهما الثاني الأمير يوكيم في السابع من يونيو حزيران 1969 الدراسة والتكوين العلمي التحقت الملكة مارغريت بمدرسة زالس سكول بين عامي 1946 و1955 وكانت تلميذة خاصة في أمالينبورغ بين عام 1946 و1949 وفي العام الدراسي 1955 و1956 كانت تلميذة في نورث فورلاند لودش وهي مدرسة للبنات في هامبشاير بإنجلترا وبعد أن تلقت دروسا خصوصية تخرجت في زالس سكول بشهادة امتحان الثانوية العامة مسار لغات عام 1959 وبين عام 1965 و1965 درست في جامعات في الدنمارك ودول أوروبية أخرى بعد اجتيازها امتحان الفلسفة في جامعة كوبنهاجن عام 1960 درست علم الآثار في جامعة كامبرج بإنجلترا في عام 1961 وحصلت على دبلوم في علم آثار ما قبل التاريخ بعد ذلك درست العلوم السياسية في جامعة آرهوس عام 1961 وفي جامعة السوربون بباريس عام 1963 وفي كلية لندن للاقتصاد عام 1965 تتحدث الملكة مارغريت الثانية الفرنسية والسويدية والإنجليزية والألمانية إضافة للغتها الأم الدنماركية أدت الخدمة التطوعية مع سلاح الطيران النسائي من 1958 إلى 1970 وتلقت تدريبا شاملا برتبة عريف ثم رقيب ثم ملازم في القوات الجوية النسائية إضافة إلى علاقتها مع الدفاع الدنماركي تتمتع بعلاقات خاصة مع وحدات معينة من الدفاع البريطاني حيث عينت عقيدا أعلى لفوج الملكة عام 1972 وعقيدا أعلى لفوج أميرة ويلز الملكي عام 1992 تجربتها في الحكم توجت مارغريت الثانية ملكة على عرش الدنمارك في الخامس عشر من يناير كانون الثاني 1972 بعد يوم من وفاة والديها الملك فريدريك التاسع بسبب المرض وكان عمرها عند تتويجها 31 عاما وأصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في الدنمارك خلال العصر الحديث وفي أول خطاب لها إلى الدنماركيين قالت والدي الحبيب ملكنا مات المهمة التي حملها والدي لما يقرب من خمسة وعشرين عاما تقع الآن على كتفي أدعو الله أن يمنحني العون والقوة لحمل هذا التراث الثقيل ولتكن لي أيضا الثقة التي أعطيت لوالدي ولكون النظام السياسي في الدنمارك نظاما ملكيا دستوريا فإن الملكة لا تعبر عن أي آراء سياسية ولا يمكنها القيام بأعمال سياسية بشكل مستقل على الرغم من أنها توقع على جميع قوانين البرلمان إلا أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوقيع عليها من وزير في مجلس الوزراء ويقدم لها وزير الخارجية ورئيس الوزراء تقارير منتظمة لإطلاعها على آخر التطورات السياسية نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المؤرخ الدنماركي لارس هوفي باكي سورنسن قوله إن مارغريت نجحت في أن تكون ملكة وحدت الأمة الدنماركية في فترة تغيرات كبيرة العولمة وظهور الدولة متعددة الثقافات والأزمات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات ومرة أخرى في الفترة من الفين وثمانية إلى الفين وخمسة عشر وفترة وباء كورونا الفين وعشرين إلى اثنين وعشرين وأضاف أن أساس شعبيتها هو أن الملكة غير سياسية على الإطلاق وأشار إلى أن الملكة التي تطلق عليها عائلتها ورعاياها لقب ديزي تمكنت من الحفاظ على النظام الملكي دون التقليل من مكانته وبعد أن أصبحت أرملة عام الفين وثمانية عشر أصرت مرارا وتكرارا على أنها لن تتخلى عن مهامها أبدا فقالت سأبقى على العرش حتى أسقط أسهمت شعبية مارغريت الشخصية بشكل كبير في تحزين تصور الشعب الدنماركي عن النظام الملكي فعندما أصبحت ملكة عام 1972 كان حوالي 42% فقط من الدنماركيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الاحتفاظ بالملكية في حين اعتقدت النسبة الباقية أنه لا مكان للملكية في الديمقراطية الحديثة لكنها تمكنت خلال فترة حكمها من تحديث المؤسسة الملكية مما سمح لابنيها بالزواج من عامة الناس وبينما كانت تستعد للتنحي عن العرش أظهرت استطلاعات الرأي أن الملكية الدنماركية من أكثر الملكيات شعبية في العالم وتتمتع بدعم أكثر من 80% من الدنماركيين موهبة فنية كانت الملكة مارغريت مفتونة بالرسم منذ طفولتها وحافظت على اهتمامها طوال حياتها حيث أصبح العمل الإبداعي نشاطا ذا أولوية في يوم ثابتا من الأسبوع في برنامجها المزدحم أصبح العمل الفني للملكة معروفا علنا بعد أن صممت خاتم عيد الميلاد السنوي عام 1970 وفي نهاية السبعينيات أنتجت نماذج أولية من الرسوم التوضيحية لثلاثية تولكين سيد الخواتم ومنذ ذلك الحين نشطت باستمرار في مجموعة واسعة من المجالات الفنية مثل الرسم والألوان المائية والتطريز ومنسوجات الكنيسة وتصميم السينوغرافيا والأزياء لعروض الباليه والأفلام عرض جزء كبير من أعمالها في معارض في الدنمارك وخارجها منذ منتصف الثمانينيات كما توجد أعمالها في متحف ستاتينز الكونست وهو المعرض الوطني الدنماركي ومتحف أروس أرهوس للفنون ومجموعة رسم بمعرض كوجي للفنون وهي رسومات تخطيطية لمنسوجات الكنيسة تنحيها عن العرش في عام 2023 خضعت الملكة مارغريت الثانية لعملية جراحية كبرى في الظهر تطلبت فترة طويلة من النقاها وإعادة التأهيل وفي أوائل يناير كانون الثاني 2024 فاجأت المراقبين عندما أعلنت أنها ستتنازل عن العرش لصالح ولي العهد الأمير فريدريك في الذكرى الثانية والخمسين لصعودها إلى العرش حيث كانت أطول ملوك أوروبا حكما ومنذ تسعمائة عام كانت هذه أول مرة تنازل فيها ملك أو ملكة دنماركية عن العرش يوم الأحد الرابع عشر من يناير كانون الثاني 2024 اعتلى الملك فريدريك العاشر عرش الدنمارك خلفا لوالدته بينما تجمعت حشود كبيرة في العاصمة لمشاهدة الحدث التاريخي وقال القصر الملكي إن التنصيب أصبح رسميا بمجرد توقيع الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان حيث أن الدنمارك لديها واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم ولا تقيم مراسم التتويج وعظر الاجتماع ممثل الحكومة والملكة مارغريت وفريدريك وهو في سن الخامس والخمسين وزوجته ماري المولودة في أستراليا وهي في سن الواحد والخمسين والتي أصبحت الآن ملكة وابنهما الأكبر كريستيان عمره 18 عاما الوريث الجديد للعرش انتهى المقال